نادي الزمالك النهاردة لعب مباراة قدام التراجي خسر 2-0 في رادس ويهي بصراحة يعني الطبيعي الطبيعي أو المنطقي أو المتوقع عشان المباراة في تونس والتراجي فريق كبير وزمالك شو أحسن حواله إن الزمالك كان يخسر بس بس كان عندنا أمل في الروح والحماس وما قدمه نادي الزمالك مع نهاية الموسم الماضي مش اللي قدمه الزمالك في الموسم الحالي قلنا الزمالك هيرجع بالصورة اللي فاتت قلنا دي فرصة عظيمة إنه الزمالك يرجع بصراحة النهاردة الأداء ما اختلفش كتير عن المباراة اللي فات وإن كان كان في بعض الروح بعض مش كل بعض بس خسر في الآخر الزمالك خسر لسه الزمالك أكيد عنده فرصة لسه الزمالك عنده أمل وده اللي تكلم عليه ستظل في اليرة بعد المباراة بس الأمل أصبح صعب الأمل أصبح صعب وأنا وغيري وكلنا تاعمنا يا جماعة من حزبة برمة ده منتخب الشباب النهاردة قالك إيه لا إحنا نكسب السنغال أو نتعادل مع السنغال ونحطوك في حزبة برمة لا إحنا نخسر نخسر ونريحكو كلكم وصل لو كان يتعادل النهاردة إنت متخيل بالمناسبة أنا معلش أننا نجح تاني منتخب الشباب إنت متخيل إن بطولة من ثلاث مجموعات وفيها فرصة إن الثالث يسعد مع الأول والثاني معرفناش ناخد حتى ثالث